شنو العوامل النفسية اللي ممكن تخلي شخص يلجأ إلى أنه ممكن يساعد نفسه برأيه عن طريق السحر والشعوذة أو يسوي هذه الأعمال لغيره أو يفوت بهذا الشيء بشكل عام السبب الرئيسي هي الحالة الاجتماعية والمادية والبيئة والظروف اللي يعيشها هذا الإنسان هذا الإنسان خاصة في العراق والآن عايش حالة من القلق عايش حالة من الخوف عايش المستقبل المجهول يعني المرأة من يخرج زوجها هي تدخل بحالة من القلق أنه زوجها راح يرجع أو لا الأم بيتها تروح للجامعة راح تعيش بحالة من القلق ابنها أو بيتها راح ترجع من الجامعة راح ترجع من الوظيفة إذن هي عايش حالة من القلق خوف وقلق هذا الخوف وهذا القلق والتوجس والتفكير السلبي الكثير يدفعها وهذا شيء طبيعي يدفعها لإيجاد حلول حل لهذا التوجس أو الخوف الحلول غير موجودة عملياً ما تقدر تحل مشكلتها هذا القتل والاختطاف والحوادث والجرائم وهكذا إذن تروح إلى الغيبيات يا ربي سوي لحل يا تروح للمراقد وتروح إلى رجال الدين ذول المشعوذين تعال أعطيني حل يعطيها شيء ما هذا الشيء هو أما الإيمان هي إيمانها راح يطمنها ويقلل من هذا القلق والتوتر أو تروح تندفع إلى ذول رجال المشعوذين ويعطيها فد أساليب ورق خرقه بشيء ما حتى يخلق عدها الطمأنينة وفعلاً ترتاح هي ترتاح هذا هو الإيمان اللي عد هذه المرة بس دكتور إحنا أنت قاعد تحكي من جانب أنه الأمن والوضع بالعراق والجهل إذا نرجع لي مثلاً عشرين سنة وراء يعني أنا أتذكر أنت صغيرة بزمن الأمان وماك أي مشاكل والناس بالها مرتاح نوعاً ما وناس مثقفة ودارسة ومتعلمة جنت أسمع عن ناس يلجأون مثلاً وحدها حابت تزوج أو إجاها أحد يخطبها أو مهما كانت الخطوة اللي حابت تقبل عليها هم هذول الفئة من الناس كانوا يروحون على يسموها فتاحة فال أو قارئة فنجان أو وحدة تسوي لها السحر أو تنطيها نصيحة أنه أسوي هالشيء أو ما سوي مع أنه هي مثقفة ودارسة وأكو أمان وأكو مقتدرة مادية هذا نفس التفسير الإنسان اللي هو عايش حالاً من القلق الإنسان الغير واقعي لا يؤمن بحل مشاكله لا يؤمن بمواجهة مشاكله اللي لا يؤمن بواقعه يذهب إلى الغيبيات تهرب من الواقع يذهب إلى الغيبيات يعني هي هاي أمرأة ظروفها وبيئتها تريد تتزوج تريد هذا الإنسان تتزوجه لكنه ظروف بيئتها وهي وضعها وضعها في حالة من القلق والتوتر كيف ممكن ما حصله وين تروح تروح إلى هذول تعال يا أقرالي الفنجان أتزوجه ما تزوجه راح يزوجني كيف أجذبه شو أعمله وهذا الحقيقة هنا بالنسبة للعلاجات العلاجات هذه الشعبية فيها إيجابيات بعض الأحيان لأنها تروح مثلا أمرأة ما مززوجه تروح إلى هذا القارئ يعطيها ورقة يعطيها كتابة تحطها بجيبها رأسا نفسيتها تغيرت مجرد تغير التفكير لأنه هو التفكيرها بالضبط الفكرة تغيرت حطتها أنه فيه اعتقادها أنه قوة قوية راح تجي ورح تجيب لها العريس مثل البلاسيبو بالعربي هو الدوة عبارة عن فيتامين يأخذوها بس يجبون عليهم ببا تجيب الإيمان أنه راح تجيها وفعلا هي راح تغير من سلوكها راح تطلع من هذا المشعوذ تبتسم تضحك تنظر بعيون الرجال تغير مظهرها ملبسها نسويها المكياج الحلو ذاك الوقت فعلا راح الرجال يردونها وهي راح تبتينها أنه استغل السحر أو اشتغل بطط هي ش تقول تقول السحر اشتغل طلعت هي بالشارع ومع صديقاتها وزميلاتها لابسة ومكيجة وتضحك وتبتسم صديقاتها شي يقولون هم راح يصبحون لها دعاية أنه ذي جابنية حلوة وجميلة وهكذا جوها العرسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر